من فلسطين حيث صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي من عملية الدهم والاقتحامات للقرى والمدن الفلسطينية عقب العثور على جثث المستوطنين الثلاثة في الخليل حيث استشهد فتم فلسطيني في مخيم الجنين وأصيب واعتقل آخرون من جانبه حذر الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري اسرائيل من مغبة تصعيد الوضع الميداني في غزة في حين تعهد رئيس الحكومة الفلسطينية السابقة اسماعيل هنية بالتصدي لأي هجوم اسرائيلية استشهد فتم فلسطيني خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم لشن حملة دهم واعتقالات طالت ستة مواطنين واقتحم عشرات الجنود مخيم جنين واشنوا حملات دهم لمنازل المواطنين واطلقوا الرصاص بشكل عشوائي خلال مواجهات مع الشبان استشهد خلالها الفتى يوسف أبو زاغة البالغ من العمر ستة عشر عاما برصاص قوات الاحتلال كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال عملية الاقتحام واشارك أهالي مخيم جنين في مسيرة حاشدة انطلقت عقب أذان الفجر تنديدا بجريمة قتل الشاب يوسف الزاغة ورددوا هتافات تطالب المقاومة بالقصاص من قوات الاحتلال وفي القدس المحتلة أصيب طفلان فلسطينيان بالرصاص عقب اندلاع اشتباك بين شبان فلسطينيين وعناصر من شرطة الاحتلال كما اقتحم عشرون متطرفا باحات الاقصى ما تسبب في اندلاع اشتباك ولجوء الشبان إلى المسجد القبلية فيما أغلقت شرطة الاحتلال أبواب المسجد بشكل كلي أمام دخول المصلين إليه وسجل عدد من الاعتداءات غرب مدينة القدس كما خط مستوطنون من عصابة تدفيع الثمن عبارات عنصرية على الجدران قرب مستوطنة فيما رشق المستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الدفة الغربية المحتلة وتأتي المواجهات والغارات الإسرائيلية كرد انتقامي من قبل قوات الاحتلال عقب العثور على جثث المستوطنين الثلاثة في أحد المغارات في بلدة حلحول شمال الخليل بعد ثمانية عشر يوما من اختفائهم ورجحت مصادر إسرائيلية بأن المستوطنين قتلوا ودفنوا بعد فترة وجيزة من اختفائهم من جانبها عقدت حكومة الاحتلال المصغرة اجتماعا طارئا داما لساعات وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حركة حماس بدورها تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس في بيان على موقعها الرسمي عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل وخددت الجماعة بتنفيذ سلسلة من العمليات ضد أهداف الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية من جاتها حملت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية الحالية مسؤولية التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية في ضوء مقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة مباشرة عن كل ما حدث وما سيحدث